موسيقى فنانات تزوجن من وزراء تعرفوا عليهن البداية مع الفنانة السورية مياد الحناوي تزوجت الفنانة السورية مياد الحناوي من وزير سوري في مرحلة مبكرة من حياتها وتوفي زوجها وهي تبلغ من العمر حوالي 16 عاما ثم اتفقت والملحن محمد سلطان على الزواج بعد وفاة زوجته المطربة فايزة أحمد والتي كانت صديقتها إلا أن الزواج لم يتم واستمرت صدقتهما بعد ذلك تزوجت الفنانة مياد الحناوي بعدها من السوري مهند أحمد واستمر زواجهما أكثر من عشر سنوات لينتهي بطلب الفنانة مياد الحناوي بالطلاق ورفض زوجها لذلك مما اضطرها في عام 2009 إلى اللجوء إلى المحاكم وإنهاء زواجها بالخلع ولم ترزق الفنانة مياد الحناوي في كلا زواجيها بأطفال رغبة منها في ذلك وأعلنت عدم ندمها على قرارها ذلك بعيدا عن زواجها توضح بعض الروايات قصة حب عاشتها مع الشهير بليخ حمدي إلا إنها لم تكتمل وقد ولدت الفنانة مياد الحناوي في مدينة حلب السورية عام 1959 لعائلة عاشقة للموسيقى وبدأت تستمع لأغاني أم كالسوم منذ الصغر فعشقتها سافرت الفنانة السورية مياد الحناوي إلى دمشق لتلتقي بالموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب وتغني أمامه هي وأختها فاتن التي كانت زات سيطا زاعة في ذلك الوقت كان الموسيقار محمد عبد الوهاب صديق زوجها الوزير وفي مصيف بلودان غنت الفنانة مياد الحناوي وأختها فاتن أمام الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب ففتن بصوتها وهي تغني لسه فاكر وكانت تبلغ إنزاك حوالي السابعة عشر عاما فقط الفنانة السورية ديما قندلفت في عام 2015 احتفلت الممثلة السورية ديما قندلفت بزواجها من وزير الاقتصاد السوري همام الجزائري وقد احتفلت الفنانة السورية ديما قندلفت بحفل زفافها بإحدى فنادق دمشق الكبرى واقتصر الحضور على دائرة ضيقة من المقربين وكانت ديما وهمام يتكتمان على تفاصيل قصة حبهما بسبب الوضع الأمني في سوريا وأيضا تكتم على موعد الحفلة وأبلغ بهم المدعوون وطالبوهم بالحفاظ على السرية وحضر من الفنانين كل من الفنانة شكران مرتجي وميسون أبو أسعد والمخرج باسل الخطيب الفنانة السورية ديما قندلفت تزوجت وهي بعمر الستة وتلاتين عاما وقد تعرفت على زوجها الذي كان يبلغ من العمر تمانية وتلاتين عاما بعد التحاقها منذ فترة قصيرة بكلية الاقتصاد ويحاضر بها همام وقد تم تعيين همام الجزائري وزيرا عام الفين واربعتاشر بعد أن كان مستشارا اقتصاديا لمؤسسات استشارية خاصة وشغل سابقا منصب رئيس هيئة التخطيط في الدولة عام الفين وطلاتاشر وهو حاصل على إجازة في الاقتصاد من جامعة دمشق عام الف تسعمية تمانية وتسعين كما إنه حاصل على ماجستير في اقتصاديات التنمية عام الفين واربعة ودكتوراه في الاقتصاد من جامعة لندن عام الفين وثمانية والفنانة ديما قندلفت عمرها خمسة واربعين عاما وهي تمتلك صوتا عزبا مما جعلها تبدأ حياتها الفنية كمغنية في فرقة جوكا الفرح ثم انتقلت إلى فرقة قوس قزح ظهر أول عمل لها مع بشار زرقان في جدارية لمحمود درويش انضمت بعدها لفرقة سفر وأقاموا حفلا في لبنان الفنانة أناهيد فياض الفنانة الفلسطينية أناهيد فياض التي تحسب على الفن السوري أناهيد متزوجة من الوزير الأردني مسنى الغرايبة وكان قد أكد مسنى الغرايبة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني اعتزازه بزوجته الفنانة أناهيد فياض كما وكان قد أعلن من جهة أخرى اعتزاره لعدم تقبله التهاني على توليه المنصب وتأجيلها حتى يتركه على إنجازات مرضية وطالب مسنى الغرايبة وهو أصغر وزير في الحكومة الجديدة بمحاسبته على نتائج عمله والابتعاد عن التطرق إلى حياته الشخصية بصورة مفتعلة مؤكدا أن أناهيد فياض التي تزوجها قبل نحو 15 سنة أكثر ما يفتخر بوجوده في حياته إضافة إلى طفلهما كرم وأفراد أسرته ودافع مؤيدون عن مسنى الغرايبة أمام تداول تعليقات حيال اقتران الوزير بممثلة معروفة شاركت في أجزاء باب الحارة وأعمال عربية عدة ووصف الفنانة أناهيد فياض بإنها فنانة مبدعة وفنانة لم تقدم أدوارا تحسب عليها الفنانة جوليا بوترس تزوجت الفنانة اللبنانية جوليا بوترس من الوزير السابق إلياس أبو صعب في عام 1996 وأنجبت منه طفلين هم أطارق وسامر وقد ولدت الفنانة المعروفة جوليا بوترس في العاصمة اللبنانية بيروت بتاريخ 31 من مارس عام 1968 ترعرعت الفنانة جوليا بوترس في كنف عائلتها المكونة من أبويها وشقيقها زياد وشقيقتها صوفي تلقت الفنانة جوليا بوترس تعليمها في مدرسة راهبات الوردية وهناك أبانت عن موهبتها الموسيقية مبكرا فانضمت إلى جوقة المدرسة لتصبح مغنية فيها موسيقى 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 اشتركوا في القناة